بسم الله الرحمن الرحيم وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت أرحم الراحمين أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بيك وحل أجديد من برنامج سوشيولوجي الحقيقة يعني ودعنا عيد الأطحى بشكل سريع جدا فكل سنة وحضراتكم وكل الأسر المصرية بخير وإن شاء الله يعني أيامنا كلها تكون أعياد بإذن الله خليني أغتنم بداية الحلقة النهاردة وأبارك لكل أسرنا المصرية بظهور نتيجة الثانوية العامة وأتمنى أتمنى أتمنى أن نكون إخوتنا في كل بيوتنا المصرية وفقوا وجابوا المجموعة اللي هم عايزين وإن شاء الله يدخلوا الكليات اللي هم عايزينها وبإذن الله نشوفهم كده كوادر فاعلة تقدر أنها تحقق إنجازات على مستوى العالم وتقدر إنها تخلي مصر دايما في رقي وريادة وخليني أنحاس كده شوية وأبارك لأختي لنجاحها في الفرقة الأولى في كلية الإعلام وإن شاء الله تكون زميلة إعلامية في هذا المنبر الإعلامي بإذن الله تعالى فألف مبروك يا سهيلة وإن شاء الله تكون كده من الكوادر الإعلامية الفاعلة بإذن الله تعالى خلينا نواصل موضوعات حلقاتنا اللي إحنا ابتدناها من أيام عن الجرائم الإلكترونية والنصب الإلكتروني ونتابع بعض الإنجازات اللي بتقوم بيها مباحث الإنترنت والحملات اللي الحقيقة الدولة بدأت فيها من أول الحملات اللي تمت على نشطاء تيك توك لحد بعض القضايا اللي إحنا شفنا فيها أحكام تاريخية لأول مرة زي ما أنا ذكرت على صفحة البرنامج إن إحنا شهدنا الفترة الأخيرة الحكم القضائي التاريخي بالحكم على أحد الأشخاص من الذين انتحلوا صفة أحد الأشخاص أو اللي سرقوا بعض الحسابات على السوشال ميديا شفنا في محكمة طنطة الاقتصادية أول حكم قضائي بالحكم على أحد الأشخاص بالسجن مدة سنتين وغرامة 200 ألف جنيه بسبب سرقة أكاونت على الفيسبوك فمن هنا نقول إن هنا فيه بشرة خير وإن فيه مصيرة وفيه مكافحة للجرائم الإلكترونية من الدولة المصرية الحقيقة صابقة لم نشاهدها من قبل وإحنا مستمرين أيضا النهاردة في إن إحنا نبرز بعض الجرائم الإلكترونية الجديدة وبعض الأحكام اللي لسه الأول مرة بتظهر على الساحة في مصر معنا أول حاجة نهاردة بنتكلم عن يعني خبر من أخبار الساعة فيما يخص مجال السوشال ميديا يمكن دلوقتي بنتابع إن كل الأنشطة التجارية ابتدت إنها تعمل صفحات ليها على الفيسبوك وعلى الإنستجرام وعلى كل منصات وسائل التواصل الاجتماعي عشان تبتدي إنها تروج للسلعة بتاعتها لكن دايما كنا بنشوف كده جملة يعني غريبة إن أي حد بيستفسر عن السعر يقوله الاستفسار عن السعر على الخاص ولا يعلنوا السعر بشكل صريح طب تعالوا هنا نحلل الموقف ده من جانبين جانب تقني وجانب قانوني الجانب التقني أنا هتكلم فيه والجانب القانوني هيكون معنا سعادة المستشار أي منظري في اسكندر بعد شوية علشان يعلق لنا على الحكم اللي تم إصداره الفترة أو الأيام الأخيرة أول حاجة دلوقتي بنشوف إن الفيسبوك بقى من أهم المنصات المتواجدة على الساحة دلوقتي اللي من خلالها بنقدر إن إحنا نوصل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص زي ما إحنا بنقول كده بأقل تكلفة يعني ممكن حد يعمل حملة بعشرة دولار يقدر إن هو يوصل لعدد كبير يقدر إن هو يستهدف الاهتمامات والأعمار والجنس اللي هو عايز يوصل لها علشان كده بنقول إن الفيسبوك النهاردة أصبح من أهم المنصات اللي بيتم فيها التسويق بشكل تجاري بشكل كبير جدا لكن بعض الصفحات بتعمل إيه دلوقتي إنها بعد ما بتذكر كل الأفر أو العرض مش بتسيب السعر طب ده ليه؟ خلينا نوضح للسادة المشاهدين إن الإعلان أول ما بيتم كرية الإعلان على الفيسبوك بيدخل نوع من أنواع المرحلة الأولى اللي هي بتسمى مرحلة المذاكرة يعني إيه؟ بيبتد أن هو يدرس الاهتمامات والاستهداف اللي حضرتك عمله ويبتد أن هو يشغل الإعلان أو اليوم بيبقى في مرحلة اسمها مرحلة المذاكرة يدرس الاستهداف ده ويشوف هل المضموم ده مناسب للاستهداف ولا لأ طب بيئس ده بناء على إيه؟ بناء على التفاعل التفاعل عن طريق اللايكز أو عن طريق الكومنت اللي بتتم على المنشور طيب الصفحات علشان تجمع أكبر عدد ممكن من التعليقات بتبتدي إنها تذكر الأفر ده وبعد ما بتذكر الأفر ده بتبتدي إن هي تقول السعر على الخاصة علشان ناس كتير جدا تبدأ إنها تحاول إنها تستفسر عن السعر فمن هنا يحصل نوع من أنواع التفاعل يحصل نوع من أنواع نجاح الإعلان الحقيقة ده على المستوى الفني أو على المستوى التقني لأغلب اللي بيسوقوا إعلانات بيعملوا نفس الفكرة أو نفس الطريقة دي لكن تعالوا نشوف الدولة كان لها رأي تاني إن هنا بيحصل نوع من أنواع تغفيل العميل إنه ممكن ما يكونش السعر ثابت ممكن أدي سعر العميل وسعر العميل آخر ممكن حد ينصاك وراء إن هو يشتري أي حاجة الحاجة دي قد تكون إن الحاجة دي مش مضمونة في السعر أو مش هو ده سعرها الحقيقة علشان كده شفنا الخبر زي ما إحنا بنقول كده لأول مرة إحنا نشوفه أحالة ست صفحات للنيابة العام نيابة العامة أحالة ست صفحات لأشهر البرندات المتواجدة في مصر أو لستة من أشهر البرندات الموجودة على مستوى الجمهورية يمكن إحنا زي ما شفنا كده بولو إيجي وشفنا كمان آدم واتشز هما طبعا برندات معروفة يعني يمكن مثلا لو إحنا جينا تصفحنا لأن النيابة العامة هنلاقي إن النيابة العامة أحالة ست صفحات على الفيسبوك بسبب جملة السعر على الخاص أو إيمبوكس النهاردة جهاز حماية المستهلك زي ما أنا ذكرت أحال بعض الصفحات دمنا الصفحات دي آدم واتشز وقيدت برقم 34.5.84 لسنة 2020 جنح ويمكن شفنا بولو إيجي وقيدت برقم 13.76 لسنة 2020 جنح العجوز الحقيقة الأول مرة إحنا بنشوف ده حاجة يعني قد تكون مستحدثة أول مرة تحصل معانا دلوقتي المستشار أيمن ظريف إسكندر معقبا على هذا الأمر سعادة المستشار أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك مستر عبد الرحمة والأخبارك الحمد لله كل سنة وحضرتك بخير صحة والسلام مستر ودائما المنور كده برنامجك الجديد أه ربنا أعز حضرتك خلينا نقول دلوقتي أن السوشيال ميديا بقت من أهم المنصات الخاصة بالتسويق الإلكتروني لكن بنشوف مؤخرا جملة بنشوفها يوميا على الإعلانات الممولة على الفيسبوك إن الأفر كله بيتكتب في البوست نيجي نسأل عن السعر يقولك السعر على الخاص شفنا النيابة العامة أحالة ست صفحات للنيابة العامة بسبب الأمر ده فتعليقك إيه بشكل قانوني على هذا الأمر؟ والله هو أنا مستر عامة أحالة القانوني يعني هو النيابة العامة المفروض مش تحيل ست صفحات ده المفروض تحيل كل صفحات التسويق اللي على موقع التواصل الاجتماعي سواء كانت الفيسبوك أو الإستجرام أو الوطف أو التيب توك أي صفحة بتمارس موقع التواصل الاجتماعي بيتم الدعاية والإعلان عليه لمنتجات تجارية المفروض لابد أن الدولة تقف عنده وتعمله تقنيم وده المفروض دي قانون ولكن احنا طبعا الشعب المصري شعب هاوي وجانح هاوي يعني بيحب يجرب الحاجة وجانح بمجرد ما بيجيبه السيستم بيحاول يخص فيه من غير ما يعرف قانونيته إيه الطفلة المجتمعية اللي حصلت في خلق التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والوطف والإستجرام والتيك توك طبعا لو الشباب اللي بيتعامل عليه أو المواطنين اللي بيتعامل عليه تابع القانون العقوبات وشافت طبعا بعض أو مع عدم إخلال ببعض أحكام العقوبات الخاصة القانون الطفل وخلافه حلاقي أن حتى عمليات البيع على موقع التواصل الاجتماعي ليها تقنيم ده كمان زي ما ليها تقنيم ده ليها عقوبة ده بيقولك يعقب بالحبس مدة ما تلش عن ثلاث شهور وغرامات بتبدأ من عشر تلاف وتصل لخمسين ألف جنيه كل من انتفع بدون واجه حق عن طريق شبكة نظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات إزاي؟ إزاي يعني أنا النهاردة أتعمل تجاهز تليفون وأبيع وأشتري من عليه بدون جهاز حماية المستهلك يكون عارف أنا بشتغل إزاي؟ بدون ما مصلحت الضرائم تكون عارفة أنا بشتغل وبسوأ وببيع وبكسب أو بخسر إزاي؟ بدون ما يكون في ضفات الرابط للمنتجات بدون ما يكون في فواتير تألن لي عن صحة المنتجات دي يعني أنا عايز هنا أستفسر عن جزئية مهمة عشان الموضوع يكون واضح للسادة المشاهدين هل هنا السبب هو ضبط السعر ولا التحقق من جودة المنتج نفسه اللي بيباع؟ ده شامل ده اسمه حركة سوقية حركة سوقية دي بتخضع لحماية المستهلك وبتخضع للضراري وبتخضع للتنمية الصناعة بتخضع لكل ما هو في الدولة يعني أنا اللي أرضى حضرتك راجل عشان أرقص محل تجاري وأجري وخلص الأوراق بتاعته من سجل تجاري بتاع ضربية وترخيص وغرفة الصناعات وممكن غرفة تنمية الموارد وخلافه وبطلع تلاتين عالك ورقة عشان أنا أعطر بس أصمم مكان وبعد كده أشتري منتجات المنتجات دي لازم تجاب فواتير والفواتير تبقى معتمدة من مصانع أو من خلافه عشان أعرف إذا كان المنتجات دي هل هي أخذ على الرقابة السورية من عدمه وبعد كده أبتدي أعلنها وأنا على تحت عين الضرائب وتحت عين حماية المستهلك وإذا كان منتجات خاصة بالأكل والشرب وتحت عين التموين طب ده فين بيكون من مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي شغالة عملية أنا أقدر أقول كده بالتخفيل للمواطنين طب سعادة البستشار فيه هنا ناس بتقول إن هي فتحت سوء للعمل لبعض الشباب اللي مش لاقيه شغله ومن هنا بتحارب البطالة فردك إيه على الموضوع ده أنا أقف عند 50% من النقطة دي صحيح لكن 50% اللي نقصت تانية إن السوق ده عشان يبقى سوق مظبوط لابد إن يتم تحت رقابة قانونية ورقابة حكومية من جميع مصالح الدولة يعني أنا حتى وإن كنت عايز أنا أشتغل على موقع تواصل اجتماعي أو أشتغل على صفحة خاصة بيها سواء كانت موقع إلكتروني أو إذا كانت موقع تواصل اجتماعي واصل أو خلافه لابد إن أنا أكون أعلنت وأشهرت الموقع ده والصفحة دي وثبتها بقى على حسب المنتجات اللي أنا أشتغل فيها إذا كانت منتجات طبية يبقى إذن تبقى خضعة لوزارة الصحة منتجات مأكلات ومشروبات يبقى وزارة تموين حبيع أو أشتري في مواقع وأبدأ أعمل دعاية وإعلان لمواقع خاصة عشان نزول على الصفحة متابعين أو مشاهدات أو يبقى أنه مفروض قادر للمستنفات طب خلينا هنا برضو نقول حاجة سعادة المستشار إن إحنا لو اتكلمنا على جزئية عدم الإعلان عن السعر طيب في ناس ثانية ممكن تقول طيب ما إحنا عندنا الكثير من المحال المتواجدة في كل مكان واللي بتبتدي تنزل بانرز وبتنزل دعاية كتير سواء كانت وركية أو لافتات في الشارع ولافتات مرخصة كمان بتبتدي أنها تنزل أو تروج عروض والعروض دي برضو مش بيكتوب عليها الساعة فهنا فين الاختلاف؟ هو حضرتك في الفترة الأخيرة أنا بأس يا فطبعا لأن أنا أقول الكلام ده في وش الحكومة في الفترة الأخيرة إحنا أصبح معنا نظام السوئي غير محكوم يعني كل تاجر ينزل السلع على الهواء وعلى طبيعة ما يملي عليه ضميره طب لما بنيكي نقعة بنلاقي إحنا أصل التجارة يعني نادرا ما نلاقي حد ضميره صاحي عشان يعلن عن المنتجات بالأسعار السوئية المناسبة لدعم السوق فبنلاقي هنا فيه تجاوز من بعض التجار أو كثير من التجار دي بقى مش موضوعنا لأنه ده موضوع ضبط السوق في المحلات ده موضوع بيبقى جابري مع وزارة التموين ومع المصنفات ومع كل جهات القبيلة الخاصة بالمحلات أنا نرجع نتكلم في نقطتنا الأساسية مع يعني دعمي لحضرتك في البرامج ده وفي المحتوى بتاعه فكرة التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي مش معنى إنه هو ما بيعلنش عن الأسعار أنا هنا ببكته أنا ببكته من الأصل إنه هو بيعلن عن منتج هو نفسه قد يكون شخص مش عارف مدى جودته ومش عارف مدى صلاحية السقر ده مع الناس حديك مثل صغير ممكن تلاقي في محل بتتباع قلبة صلصة 7 جنيه وممكن في محل تاني نفسه قلبة الصلصة بعد 9 جنيه دي بتبقى تحت رقابة التمويل ولو اكتشف إن المحل ده زود فالسعر بيعمل له محضر زيادة يعني بيع منتج بأسعار زيادة طب ده أنا عشان عارفت مكان وحددته طب لما يبقى موقع تواصل الاجتماعي شغال هنفترض إنه بيبيع شرط معين الشرط ده بيقول لأربعة منه 200 جنيه ونفسه موقع آخر بيبيع من 250 جنيه أنا لما عاوز أضبط سوئين دول أنا كحكومة أو كجهاز إداري في الدولة أو كحماية مستهلك عايز أضبط الأسعار الموقع ده إذا كانه بيضار على تليفون لا أكثر ولا أهل إذن هنا ننادي بقى بأن مجلس النوابي يبتدي إنه هو يشرع لنا أحد القوانين اللي تكون مهتمة بهذا الأمر علشان نبتدي نقنن الوضع ونبتدي إنه إحنا نضبط عملية التسويق أو البيع عبر الإنترنت سعادة المستشار بتوجه ليك بالشكر على مداخلة حضرتك أعزائي المشاهدين زي ما احنا شوفنا احنا برضو بنبرز الإيجابيات وبرضو بنسلط الضوء على بعض السلبيات أملا في إن ده يوصل للمسؤولين ونحاول إنه إحنا نعدلوا أو إنه إحنا نحلوا خلينا نقول هنا إنه هي بشرة خير وبداية من الدولة للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى حركة البيع والتجارة أونلاين خلينا علشان الوقت خلاص يعني أوشك على الانتهاء في موضوع من الموضوعات الهمة اللي انتشر لحقيقة خلال الفترة اللي فاتت وعمل يعني عمل رواج واسع قوي على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل كمان الإعلام سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقروعة وهي واقعة نسوان المنصورة الواقعة دي كانت بتقول إيه؟ إن فيه قناة على التليجرام ابتدت القناة اللي على التليجرام دي إنها تنشر العديد من صور بعض الفتيات صور خاصة أو صور منقولة ليهم وكلهم من المنصورة فقيل إن فيه رقم تليفون معين رقم التليفون ده بيتصل على أي بنت أول ما البنت دي بتفتح على الرقم بيبتدي نقل الداتا كلها إلا على تليفون البنت دي وبيتم اختراق التليفون بالكامل طيب هل هذا الموضوع حقيقي ولا مش حقيقي؟ خلينا هنا نرد على ده للسادة المشاهدين بشكل متخصص شوية ونبتدي إن إحنا نبرز هذا الموضوع علشان كتير جداً بنلاقي بقى المنشورات على الفيسبوك من بعدها منتشرة لو الرقم ده اتصل بيك أو عترد لو الرقم ده اتصل بيك وانت فتحت دهكر هيبتدي إن هو يختارك تليفونك أولاً خلينا نقول أعزائي المشاهدين إن الرقم اللي بيتصل بيك هو سواء كان رقم تليفون حقيقي أو رقم جنريشن يعني مولد من أحد السيرفرات المتواجدة فلا يمكن أبداً بشكل قطعي إن فيه رقم تليفون يتصل بحضرتك أو بحضرتك على تليفونك وأول ما تفتحي ينقل كل الداتا للعديد من الأسباب منها بعض الأسباب الفنية ومنها بعض الأسباب العقلانية يعني خلينا نقول مثلاً أعزائي المشاهدين لو حضرتك مش متصل بالإنترنت هيختارك الداتا بتاعتك إزاي؟ أو الداتا بتاعتك هتنتقل إزاي من خلال مكالمة صوتية مفاش داتة إنترنت فكلام ده عاري تماماً من الصحة ده أولا الحاجة الثانية طيب خلينا نقول إن حضرتك عندك إنترنت بس الباقة بتاعت حضرتك أو شكت على الانتهاء يعني باقت حضرتك صغيرة فقربت تخلص فكيف يمكن نقل الفيديوهات والصور اللي بتقدر بمساحة كبيرة جداً على موبايل كل اللي سمارت فون النهاردة بيبتدي إن هو أي محتوى هو بيصوره أي محتوى مرئي بيصوره المحتوى ده بيبقى حجمه كبير نسبي فإزاي هيتم نقل الحجم ده كله وباقتك صغير طب خلينا نقول حاجة تاني لو في حد حتى مع باقة كبيرة كيف يمكن لرقم اتصل بحضرتك دقيقة مثلاً إن يتم نقل كل ملفاتك خلال الدقيقة دي خلينا نشوف دلوقت إن إحنا لما بنيجي نعمل أبلود لحاجة على اليوتيوب أو نعمل أبلود لحاجة على الفيسبوك أو على أي موقع من وسائل التواصل الاجتماعي حضرتك عشان تعمل أبلود لجيجا لو الإنترنت بتاعك إنترنت منزلي ممكن قد تصل لمدة تزيدة عن الساعة مثلاً لو على باقة تليفونك وعلى الباقة الفور جي كمان هتاخد بعض الدقائق إذن الموضوع ده عائري تماماً من الصحة وكل الناس اللي بتنشر الموضوع ده نتمنى إن الناس لا تنصاق وراء هذا الكلام لأن الكلام ده عائري تماماً من الصحة لأن فيه كتير بدأ يعمل ده لبعض الزملاء أو بعض الأخوات في البيت موضوع ترهيب جداً هما ما بقوش يردوا على أي رقم غريب بيتصل بيهم وده ممكن يعرضهم لنوع من أنواع المشكلة المشكلة إن ممكن حد عنده مأزق فبيتصل بحد من رقم تليفون مختلف ووهو مش عارف يرد عليه خوفاً من هذه الإشعة فمن خلال برنامجنا النهاردة سوشيولوجي بنؤكد لكل السادة المشاهدين إن هذه الواقعة غير صحيحة بالمر طيب إزاي ده تم؟ ببساطة ممكن أنا لو أو أي شخص حابب أن هو يعمل بروباجندة ممكن يعمل إيه؟ يدخل على بعض الصفحات أو بعض الحسابات الخاصة بالكليات أو بالجامعات ما أكثر الناس اللي نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي فهو بدأ يجمع مجموعة من الصور من نطاق جغرافي معين بدأ ينزل كل الصور دي على هذا الجروب علشان يعمل فرقعة إعلامية طيب الهدف من ده إيه؟ قد يكون الهدف من ده من وجهة نظري أنا يعني في العديد من الأشخاص اللي بيعملوا بعد إثارة الجدل على السوشيال ميديا طيب ده بسبب إيه؟ بسبب إن فيما بعد بيتم تحويل هذه المجموعات إلى مجموعات تجارية طيب يجذبوا العملاء أو الأعضاء إزاي؟ إن هم يبتدوا يعملوا بروباجندة على جروب معين فالناس كلها تسمع عنه فهتبتدي إنها تشترك فهنا يحصل على اشتراكات مجانية للجروب ده ويبقى مش محتاج إن هو يسوقه فيما بعد أو يعمله عملية تسويق عشان يكون ضقيق في الكلمة فيما بعد فخلاص هو عنده عدد أعضاء قد يكون لتجارة فردية تخص الشخص اللي عامل كده قد يكون لتجارة خارجية عن طريق إن هو ممكن يبيع هذا الجروب لأحد الأشخاص أو لأحد البرندات اللي عايزة تعمل اللي عايزة جروب عليه عدد كبير من المشتركين آخر حاجة بختم حلقتنا بيها النهاردة هي إن في كتير دلوقتي من أطفالنا في بيوتنا المصرية بنشوف دلوقتي الطفل عنده أربع سنوات وخمس سنوات ماسك السمارت فون وماسك الآيباد وماسك كل وسائل التكنولوجيا الحديثة وقاعد عليها بالساعات حذرنا قبل كده في بعض الحلقات وقلنا إن الطفل وهو صغير لازم ينمو بشكل طبيعي لازم يبتكر لازم يبدأ لازم يلعب لازم يطلع الطاقة اللي جواه فمن هنا ده بيسبب له العديد من المشكلات يمكن أقل لها إن هو بيبتدي يبقى عنده مشاكل فيما بعد بتحتاج لتعديل بعض السلوك زي إن هو ممكن يكون عنده فرط حركة ممكن يحصل له حاجات كتير جدا ممكن يبقى في عزلة ممكن يبقى انطوائي ده بسبب إيه؟ بسبب إن كل حياته متواجدة على شاشة بيتفرج عليها أو على موبايل بيلعب عليه طب نحمي أطفالنا إزاي من ده خاصة إن إحنا بقى عندنا مشكلة كبيرة جدا إن إحنا ناخد التليفون منهم ده حاجة مش سهلة أو حاجة صعبة فيه برنامج اسمه فامي سيف ممكن كلنا نبتدي نحمله من على البليستور أو نحمله من على من على الآيتون لو الموبايل قبل أو لو الموبايل سامسونج ممكن نحمله على جوجل من جوجل بليه التطبيق ده بيعمل إيه؟ بيعمل عملية تحكم كاملة في التليفون إزاي؟ عن طريق إن أنا بنزل الأبليكيشن ده على موبايلي وإن أنا بنزله على موبايل طفلي ببتدي تحكم تحكم كامل في كل الأبليكيشن الموجودة في السمارت فون بتاعه يعني مثلا لو أنا عايز أفتح له أحد الألعاب اللي موجودة على الموبايل عن طريق البرنامج ده ممكن أضبط وقت معين لفتح التطبيق وليكن ساعة بعد كده التطبيق بيتم إغلاقه بشكل طلقائي فمن هنا الطفل مش هيبقى عارف أن حضرتك أفلت التطبيق ده ممكن إن أنا في أي وقت أقدر أشغل الكاميرا أقدر أشغل المايك أقدر أطلع على الرسائل أقدر أن أنا أطلع على كل المحدثات على الواتساب أو على المسينجر ومن هنا ببتدي إن أنا أفرض رقابة تامة على طفلي وأعرف هو بيتصفح إيه أو هو بيعمل إيه من غير ما هو يحس علشان ما يكونش الموضوع فيه حساسية ده أمنا على أطفالنا اللي بنشوف النهاردة إن بعض الجماعات الإرهابية بتبتدي إن هما إن هي تجذبهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الجيمز ويمكن إحنا شفنا برضو بعض الوقائع من لعبة مريم أو لعبة الحوت الأزرق اللي أودت بحياة العديد من الأطفال على مستوى العالم عزيزي المشاهدين دي كانت أبرز النصائح والتوجهات اللي أنا حبيت إن أنا أوجهها النهاردة لحضراتكم أي حد عنده أي استفسار أو أي تواصل ممكن يتواصل مع أنا على الواتساب اللي كان ظاهر على الحلقة واللي أتمنى من الكنترول دلوقتي إنه هو ينزله على الشاشة قبل الختام وهنكون إن شاء الله جاهزين للرد على حضراتكم بقدر المستطاع نتواصل على رقم الواتساب اللي متواجد دلوقتي على الشاشة أو أرقام التليفون المعلنة وإن شاء الله بإذن الله نحاول إن إحنا بقدر المستطاع نحل كل ما هو متعلق بالمشاكل الإلكترونية اللي ممكن تواجهنا من خلال فريق عمل وكالة كونسة الخدمات الإعلانية بإذن الله أعزائي المشاهدين بشكركم جدا لحسن تعاونكم إن شاء الله نتمنى بكون عند حسن ظنكم دايما دمتم في أمان الله تحياتي عبد الرحمن سلم ترجمة نانسي قنقر